ها سكر لي البيب شوي جلستنا اليوم كانت حاول تقرير تديق جناه بحضور الوزراء المعنيين يعني وزير المال ووزير العدل والحاكم بالإنابة دكتور وسيم منصوري وطبعا نواب لجنة المال وكل النواب اللي حضروا خلينا نلخص لأنه جلسة طويلة وغنية وحتى ما نخلق أي التباس بزهن الرأي العام خلينا نكون واضحين 100% هذا التقرير هو تقرير أول وهذا شيء مكتوب بقلب التقرير بجذلك المطلوب استكماله كمان في كتير أمور يجب أن تتوضح بقولوا بالتقرير أنه ما قدروا وصلوا لكل الداتا كل المستندات المطلوبة لحتى ياخدوا وهلأ بقول بشو الخلاصات الكاملة وحتى كتير من الأمور التانية المفترضة نعرفه أنا بالنسبة لإلي وللنواب اللي كانوا حاضرين بأغلبيتهم الفجوة المالية اللي عم ينحكى عنها إن كانت 50 مليار وإن كانت مع المصارف لأنه بيضيفه بعد منها 20 مليار أو 20 فاصلة للمصارف يعني 70 وشوي نحن بهمنا نعرف ويني هيدا التشريح تشريح عفوا لأنه عم نشرح بعض تعرفوا بعض الوفاة بتشرحوا تتشوفوا شو صار يارات دبهوا قبل هلا بنحكي هلا بقولوا عم يحكي هو وين كان هلا بقلكم أنا وين كنت ولجنة المال وين كانت من الألفين وعشرة بس خلينا بالموضوع فإذن أهم نقطة تعنينا للمستقبل لاش للمستقبل لأنه لنعرف وين حقوق الناس لنعرف حل مشكلة الموداعين كيف بدوا يكونوا بأي طريقة لنعرف موجودات المصارف اليوم من بعد اللي صار وين وهي حجمة هذا الشيء ما بينعمل فقط بأودت جنائي على أداء مصرف المركز يلي رح تستخلص منه العبر هلا بقول كيف فإذن عم نطلب وطلبنا باسم لجنة المال هلا بطالب باستكمال هذا التدقيق ليشمل كل النواحي أولا التي لم يستطيع أو لم تستطيع الشركة المدققة يعني الفراز أنها تدخل عليها واتنين ليشمل أيضا يا هو يا تدقيق محاسبة يعني مش ضروري هو لأنه هو بالنهاية بكرة هاي الشركة خلصت مهمتها بدنا نروح على أودتر يروح كان لازم ينعطى هذه الصلاحية من سنة 2019 من وقت الانهيار المفروض كان على الحكومات المتعاقبة حكومة السابقة والحكومة الحالية يكلفوا أودتر مدقق عالمي محايد يفوت على موجودات البنوكي والمصارف ويحدد ما ما بقي من الودائع وأين هي اليوم وشو موجوداتها هيدا لا مصار إلى هذه الساعة مصار وهون بين هلالين كمان كنا واضحين وكان واضح الحاكم بالإنابة وعكل حال بطريقة عرضه وأدائه أعلن عن استعداد كامل للتعاون إن كان مع شركة ألفاريز هلأ لا استكمال التدقيق وإن كان مع القضاء لأي أمر يطلب منه خاصة إنه نحن عملنا قانون برفع السرية المصرفية بحالات مثل اللي عم نحكي عنها وأبعد من هك بالرغم من كل الحكي فيه هناك استشهاد أو فيه هناك شهادة من كل الناس ومن كل المراجع القضائية إنه هذا القانون يتيح وبلشوا يستعملوه كانوا بالنيابات العامة وإسراء غير مشروع وإلى آخره ورفع سرية مصرفية وإلى آخره إذن ما في عائق أمام استكمال هذا الأمر وأبدأ الحاكم بالإنابة كل استعداد وبدأ مثل ما فهمنا منه بدأ يعطي المعلومات يلي عم تنطلب منه ما رح فوت أنا بتفاصيلها بترك له إيها هيدا أمر بيتعلق فيه لكن بالجلسة حكي بإسهاب حول هذه النقطة فإذن هيدا بما يتعلق بموضوع التدقيق هلأ بقصة اللي هي العلاقة بالثغرات والمخالفات وإلى آخره وحيل هذا الملف إلى القضاء طيب في كتير كلام كان لزمال النواب وفيه كلام بمحله أنا حكيت إنه من بالألفين وعشرة نحن بلشنا بتدقيق برلوماني على حسابات الدولة كل وقامت لأيامي بوقتها وطلعنا بالخلال سنة عملنا أربعة وخمسين جلسة وأنشأنا أو شكلنا لجنة تقصي حقائق فاكت فايندينج مشن بموجب المادة مية واثنينة واربعين من النظام الداخلي للي ما بيعرف قانون وبالتالي هاي دي اللجنة طلعت بخلاصات إن كان بالهيبات بأربعة وخمسين مليار دولار رايحين على حسابات خاصة بمسرف لبنان إن كان بسلفات الخزينة يلي ما نردت من وقتها بنسبة 92% إن كان بعدم تسجيل القروض وقيودها رسميا إن كان بحساب الخزينة أو خارجه طيب هاي دي المخالفات ما عنا إياها بوقتها وحولناها على القضاء ورجعت وزارة المال طلعت تقرير بالألفان وستعاش وحولته عدمان المحاسبة بيتضمن ما يقارب 27 مليار دولار بناء على العمل اللي قامت فيه لجنة المال والضغط اللي عملته ورقابتها 27 مليار دولار من دون فوايد يلي هن بشكله أموال يعني صرفت من دون أقل شي فينا نقول من دون احترام القوانين ومش معروف كيف نصرف لأنه ما فاتت بحساب الخزينة بمعظمة فإذن العملية مش حدا يطلع يتشاطر ويتبجح إنه والله جيب رقم عملية هي متابعة من الالفان وعشرة قبل ما ينهار لبنان مليا يعني قبل بطلتعشر سنة من اليوم وقبل بتسع سنين من الانهيار اللي حصل بالالفان وستعاش دقنا جرس الانظهار وحولنا ملفات وعملنا عربع وخمسين جلسة محاسبة وبعتنا كل التفاصيل إلى دوان المحاسبة وكذلك عملت وزارة المالية بعد تسع سنين شو صار فيهم هوا لذلك تركيز اللجنة هو على التالي كمان هذا قرار تاني وهو أو توسي مواكبة عمل القضاء مواكبة هذا العمل حتى لو احتاج لجلسات ولكن نحن خليكون واضح للكل نحن مش نحن سلطة القضائية ولا نحن السلطة التنفيذية المفروض أن تحترم القوينين وتحترم عقول الناس وقت اللي بتحكي بقانون إعادة التوازن المالي وبقانون إعادة هيكلة المصارف تحترم عقول الناس وتعمل القدت على البنوكة وتعمل القدت على القطاع العام يعني على الدولة اللبنانية وعائداتها حتى إذا توزعت المسؤوليات على الدولة من جهها والقطاع المصرفي من جهها والمصرف المركزي من جهها يكون عندنا وضوح كامل كيف بدنا نعوّق كيف بدنا نوزع على الحقوق مدياً كيف بدنا نقرشه هيدا المودع شو بيطلع له على كم سنة بدكم تقصته إذا بدكم تقصته لأنه قراء قد ما بدكم بالقوينين قد ما بدكم ولكن الواقع المالي والنقدي يرتكز على أرقام مدققة يا أصحاب المعالي والدولة مش على أرقام كن أنتو ما بقى في سقة يا حني شركات تدقيق إلى عشرين سنة عم تشتغل إجاء الفاريس نقضهم كلهم حق عليّي أنا بيسألوا عن أرقام لجنة المال بعض اللي بيغيبوا حالهم أو بيستغيبوا حالهم أو هن بكونوا عم بيلعبوا اللعبة لأنه بحبوا أنه يهربوا من المسئولية أي أرقام فيها لجنة المال لاش عندها شركة قوضيت كان متكلي على أرقام كن أنتو يلي شككنا فيها من الألفين وعشرة والمطلوب اليوم وهيدي رابعا أنه هذا التدقيق المحاسبي إذا مش الجنائي أن أيضا يستمر في وزارات الدولة وإداراتها ومؤسساتها لأنه هناك المشكلة تبين لنا وهيدي تدقيق الفاريس أنه مصرف المركزي كان عم بيدين مين كان عم بيمول الدولة اللبنانية وإفليسة كان عم بيدين تعثرة كان عامل سياسة دعم طويلة عريضة فايت فيها عم بيسكر خدم الدين ما له حق فيها فايت بمليون خبرية وخبرية رايحين كلهم لوين رايحين كلهم لتمويل دولة متعثرة سنة فسنة ولسياسات دعم من الدولة للكهربا لدعم الليرة لا بدكم ايه بفاتورة وصلت لأكتر من يعني ما بدي أعطي رقم هلأ لأنه ما بيشمل كل الإدارات بس إذا بدي أخد التقرير أكيد أكيد أكتر من 10-15 مليار دولار هذا بالفترة الزمنية فقط يلي هي إذا بدكم ما بين لألفان وخمسة عشر ألفان وعشرين هذا بعد ما حكينا عن كامل الفترة يلي كان لبنان عم يمارس فيها أو عم ينتهيش فيها سياسات الدعم والسياسات اللي عم نحكي عنها بتمويل الدولة والهندسات المالية طيب وين كانت الحكومات هل صحيح وهي الأسئلة اللي انطرحت هل صحيح أنه قانون النقد والتسليف ما بيعطي صلاحية لوزير المال أنه يتابع عمل مصرف لبنان ويكون هو نوع من سلطة رقبية هل الحكومة ما عندها سلطة رقبية على السياسة هل صحيح أنه مصرف المركزي هو بقرر سياسات لبنان المالية أو الحكومة والحكومات المتعاقبة وين كانوا كانوا بالبرازيل ولا كانوا هون فإذا حيش هو يتنصلوا من المسئولية ويكتبوا مقالات ويكتبوها بالجرائد ويطلعوا ويعملوا للتصريح وعنا وين كلهم مسئولين لجنة الرقبية يلي هي لجنة المال والموازنة عملت كتب واعتبرت إبراء مستحيل وعملت وراحت أبعد بكتير بيرفض أوقات حتى ميزانيات معينة كانت تتقدم مصرف لبنان وغيره وطلبنا التدقيق من 2017 بأرباحه طيب رحنا أبعد من هيك بالتوظيف العشوائي ورحنا أبعد من هيك بالمالية العامة وين كانوا هن لا هن تحركوا وللقضاء تحرك فإذن حتى ما تنعيد التجربة زيتا وبيظل التعاون اللي قائم بيننا وبين نايم اليوم الحاكم بالإنابة واستعداد اللي أديه وزير العدل إنه لا بدنا نتابع وبدنا نروح بأمور جدية نحن رح نكون على يعني مسافة كتير قريبة من دون ما نتدخل أكيد بالعمل القضاءة وبنتاجه ومن دون ما نستبق الأمور ولكن نحن عنا معطيات ونحن بدنا نروح بالتدقيق البرلمانية اللي نعمل بلجنة المال أيضا من سنة 2010 واللي تقدم من قبل وزارة المال بال2019 بدنا نروح فيه للآخر هيدا إذا بدنا نحكي بمحاسبة حقيقية وفعالية هلأ لنحسن من هون ورايح وهيدي كانت الخلاصة كمان الأساسية اللي وصلنا لها لأن الناس بدأ حلول من الأسبوع المقبل سنبدأ جلسات نحن والمصرف المركزي يعني الحاكم بالإنابة والمزراء المعنيين حول عمليا القوانين اللي هي إصلاحية ولكن تكون نحن عملنا القوانين رفعنا سرية المصرفية طلبنا موازنة 2024 بعد لها هلأ ما بعتوها عم يحكوا بـ 23 مقلة فايدة ولكن بيحكوا بـ اللي هي إعادة التوازن وهي المقصود منها الودايع والفجوة وبيحكوا بإعادة الهيكلة طيب المطلوب طبعا حمل ضميرنا مطلوب يكون فيه قدت يعني تدقيق محايد فعلي بحسابات البنوكي وبموجودات الدولة وعائداتها وحساباتها هذا الموضوع رح نتابعه نحن بجلسات رح ادعي لجلسة التنين المقبل وبالتالي رح نحط الأمور كلها على طاولة ورح نتابع هذه المسألة حتى بقى يبطل هذا الموضوع يعني استغلال إعلامي على الفاضي حكي ومع الشيء يعزروني كب كلام على عواهنه حتى نوهم الناس أنه نحن عملنا شيء أو نحن عم نعمل شيء بقى أخيرا بقدر أقول أنه هذا الموضوع مثل ما حكينا عم يتابع بشكل جدي تأمين الإمكانيات للأودت مثلا من الشغلات اللي عرفتها بهالجلسة أنه قال بكلف الأودت على المصارف ست مليون دولار وناي من العقد صار إلو مدرق داش بالجرور طيب صرفتم من الأس دي آر لنحقوق السحب طبع صندوق النقد اللي أخدها لبنان مليار ومية وخمسة وعشرين مليون دولار ملقيتوا الست مليون طاعملوا فيهم وقعدين ركدين فراي بالمجلس نيابي بدكون ياني روح ومشي لكم قانون ما بيرد للموضع فرانك تحكوا بالمية ألف دولار بيطلع هلأ الحاكم بالإنابي بيقول هني بيقولوا كلفتها تمانا وعشرين ستة وعشرين شوية نزلت على الواحدة وعشرين مليار دولار هلأ الحاكم بيقول أنه كلفتها ستة وثلاثين مليار دولار المية ألف منانم أمنين أنا كيف منضي لكم أو كيف منوقع لكم أو كيف منصوت لكم على قانون ما في جنس الإمكانية أو الضمانة أنه هالناس تصلى مصرياتها كأنه المطلوب بيع الناس حكي صندوق استرداد الودائع منانم منغزينه إلا اللي هني عنده بالمية ألف وما فوق منانم منغزينه إلا منغزينه من الفائد الموزني بس يصير فيه فائد ونسكر العجز وبرك نسكر الدين وإلى آخره يعني معناتها مش جديين هيدا يلي راكدين تسألوني عنه وتسألوا لجنة المال وتكتبوا مقالات غلوا وشربوا ميتة هيدا المقالات بدكن تشتغلوا مظبوط روحوا أعملوا تدقيق متل ما عملتوا على مصرف مركزي وبدوا بعد استكمال روحوا أعملوا تدقيق على البنوكة وعملوا تدقيق على حسابات الدولة وعلى مؤسساتها موجود عندكم من سنة الألفان وعشرة وما تتحججوا بالإمكانيات لأنه مثل معرفة أنه فيه هناك مؤسسات دولية مستعدة أن أتمول ما رح سميها تما يكون عن بعضي كلام بس فيه مؤسسات دولية مستعدة أن أتمول هالأربع خمسة مليون تينعمل فيهم تينعطى صورة كاملة شاملة للمجلس النيابي وللرأي العام اللبناني على شو بدنا نعمل نحن وكيف بدنا نكمل بهذا المصار إلى الأمام بس تأختم إذا بتريده بقى من هالمنطلة التوصيات هذه هي اللي حكيناها فإذا استكمال استخلاص العبر بموضوع الحوكمة بحث بالمشكلة إذا كانت بالقانون نقدو التسليف أو بالسياسات النقدية اللي اعتمدت والرأي السائد ورأيي أنا الشخصي أنه مش بالقانون المشكلة المشكلة هي بالسياسات اللي كانت معتمدة وبفقدان أي رقابة من قبل الحكومات اللي كان لازم تقوم بدورها وبالتالي الزهاب إلى تطقيق كامل ومحاسبة للمصارف وللدولة تنقدر نكمل بالقوانين الإصلاحية اللي باقي عندنا أتفضل لا هذه جلسات نيابية لجين لجين ما عم تعتمد بس نوصل بس نوصل علي إن شاء الله بيكون بوقتها يأمن درجة ضمن إطار تشريع الضرورة لأنه إذا عم تحكيني عن الكتلة اللي مع أني ألا عم تحكي كرئيس لجنة مال مش كعضو بكتلة ولكن إن شاء الله يا منكون انتخبنا رئيس جمهورية لأنه مش أبدا مقبول أنه نكمل بهذا الوضع مثل ما أنه هلأ يا أما منكون ندرجة تحت إطار تشريع الضرورة والكتل اللي بتحب تشارك ساعتها بتشارك بس المقصود قبل كل هيدا الأوانين الإصلاحية نعمل كتير رح بقال لكم الإسراء غير المشروع نعمل استعادة الأموال منهو بنعمل رفع السرية المسرفية عن القطاع العام وعن وبشكل عام نعمل نعمل قانون حماية كشفي الفساد نعمل إقوانين كتير طبقت فإذا مش بس العبرة بإننا نقر إقوانين ونغش الناس ونقل إذا قرأتوا هذا القانون عبكر رح تمشي الأمور مثل ما لازم ورح توصل لحقوقكم بدكن تحترموا الإقوانين وبادكن تعملوا قضاء مستقل بلبنان يحاسب لحسابات خاصة بمصرف لبنان نحن اكتشفناها من هبات وكروض وسلفات قبل التدقيق الجنائي ب13 سنة صدري بالنسبة هل حبثت عن القضاء اليوم القضاء ووسيقى العدل هو ليس لديه المال لكيس إلى ترجمة التصرير التصريف للجنائي من دغال انجلزية إلى دغال العربية وما حصل عليه موز دغال العربية وموقع طيب أي قضاء هاي دي معض اللي لازم تتوفر الامكانيات هاي دي متل قصة اللي هلأ حكيت عنها اللي هي طبع تدقيق بحسابات البنوكة انه بستة مليون دولار تمنعوا خلال أربع سنين الحكمتين انه يعملوا تدقيق على البنوكة واليوم كرميل ألف وألفين دولار وثلاثة تلاف دولار اللي ما عندهم امكانية ترجم تنقول حسب ميزانية وزارة العدل انه يترجموا التدقيق هذا برسم برسم اللي عم يصرف مليار ومية وخمسة وعشرين مليون دولار من الاس دي آر من دون ما يرجع لحدا نح لا مش أبدا أبدا مش مقبول انه هذا الأمر يكمل هاي ونحن واحدة من الشغلات اللي حكيناها هلأ واللي كمان رح انتبعها هي الامكانيات اللي يجب ان تتوفر حتى يقدر القضاء يقوم بمهمه لا تمندلنا نقول قوانين اصلاحية ما كل القوانين اخر شي اللي نعمل اصلاحية ليش تندوق السيادة مش اصلاحة ليش الانون الرينيوب الانرجي اللي هو الطاقة الشمسية مش اصلاحة نعمل الانونين لكن ما تبقى من الانونين يلي هن الانون الكابتال كنترول طلع من اللجي المشترك وصار بالهيئة العام الانونين يلي هن التوازن المالي واعدت لهيكل اعدت لهيكل يرجعوا وصحبوه وراحوا مقشوه مع صندوق النقد لأنه مش موافق على يعني هادي لازم تعرفوه وال اعادة التوازن المالي اللي عم إلكن عنه احس اعادت لهيكل سحبوه اعدت توازن المالي او استعادت توازن المالي بعد لليوم مش عاملين قضية على البنوك اللي انا عرف شو بيطلع وشو ما بيطلع مين دفع المية الف وكيف بعدين فاتوا بتصنيفات ودائع مؤهلة وغير مؤهلة وليلرة ومدرشون متل عملية تصفي الودائع نحنا هذا موضوع عندنا نحنا ما بيمشي هاك ما حدا بيقبل يحمل ضميره بهالشكل هاك ويمشي بقوانين ما عندها اي امكانية للتطبيق لذلك اتفقنا مع الحاكم بالقنابي اللي عنده كل النية بالتعاطي ايجابيا وبشفافية كاملة ونحنا منحييه على هايزا بدك على هايزا الاداء بالتالي نحنا اتفقنا معه انه نستكمل ضمن الكلام اللي عم بحكيه والسقف اللي عم بحكيه ونوضع كل الناس امام مسؤوليتها بدءا من الحكومة وصولا الى المجلس نيب في حدا طلب الكلام من وراء حدا ولا لا مش الحال شكرا يعطيكم العافية